أعلنت الحكومة تحصين أكثر من 4.9 مليون رأس من الماشية ضد أمراض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع ذلك ضمن الحملة القومية الثالثة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربيين والمزارع وأوضحت الحكومة أنه تم تحصين حوالي مليونين وستمائة وأربعة وثلاثين ألف وخمسمائة وستة عشر رأس ماشية من الأبقار والجموس والأغنام والمعز ضد مرط الحمى القلعية فضلا عن تحصين مليونين وثلاثمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين رأس ماشية ضد مرط حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجموس والأغنام والمعز والجمال منذ بداية الحملة حتى الثانية عشرة من شهر ديسمبر الجاري